ساعة قليلة وتبدأ جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية سد النهضة التي تعقد بطلب من كل من مصر والسودان وتشارك فيها إثيوبيا رغم رفضها لها من حيث المبدأ تتكرر جلساتنا مصر من جهتها أرسلت ملفا من 98 صفحة يشمل كل مراحل المفاوضات وموقف القاهرة منها كما يتضمن الملف رسالة وزير الخارجي المصري سامح شكري لمجلس الأمن الذي يحث فيها إثيوبيا على توصل الاتفاق دائم وأن الموقف الحالي يهدد باحتكاك دولي أما السودان فقد بعث بخطاب لمجلس الأمن في يونيو الماضي يؤكد فيه أن ملف سد النهضة أصبح يهدد السلم والأمن الإقليميين وتضمن الخطاب مطالبة المجلس بحث جميع الأطراف على عدم اتخاذ إجراءات أحدية بما فيها الملء الثاني أما تونس وهي ممثل المجموعة العربية في المجلس فقد وزعت مشروع قرار يحث إثيوبيا على الامتناع عن استمرار تعبيئة خزان السد كما يطالب القاهرة والخرطوم باستناف المفاوضات بدعوة من الاتحاد الإفريقي مشروع القرار العربي يتضمن أيضا دعوة الدول الثلاث إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر فضلا عن وضع نص اتفاق ملزم بشأن السد خلال ستة أشهر وبحسب خبراء فإن السيناريوهات المحتملة لما يمكن أن تأول إليه جلسة مجلس الأمن لن تخرج عن إصدار قرار وهذا هو الموقف الأقوى أو بيان رئاسي وهذا موقف متوسط أو بيان صحفي وهذا هو أضعف ما يمكن الوصول إليه بالنسبة لبلدي المصب ترجمة نانسي قنقر